من تبرق ينضم إلينا مراسل العربي محمد شحات. محمد نفهم منك أكثر عمليات الإغاثة على ماذا تتركز الآن؟ أيضا عن المواقف السياسية والشعبية. عن الاحتجاجات. وإلى أين وصلت لجنة التحقيق؟ نعم بداية هنا خلفي وصلت السفينة التركية أصمان غازي. والذي تعتبر هي الثالثة من حيث إرسال الإغاثات بحريا عن طريق الحكومة التركية. هذه السفينة تحمل فريق إنقاذ لدعم فرق الإنقاذ التركية الموجودة في مدينة درنة. إضافة إلى بعض المعدات الطبية ومعدات الغوص. نهيكي طبعا عن المساعدات الإنسانية التي تصل تباعا من دولة تركيا. هذه السفينة تحمل إغاثات مشتركة بين تركيا وبين المجر. أيضا فيما يتعلق بإرسال هذه الإغاثات فستتوجه بعض هذه الإغاثات اليوم إلى مدينة درنة. فيما سيبقى بعض منها هنا لتوزيعها على العائلات التي وصلت إلى مدينة طبرق والمدن الأخرى الشرقي درنة. المواقف السياسية جراء عملية الاحتجاج. كنا قد رأينا بالأمس استجابة العكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب. وبدء التحقيق الفعلي مع المجلس البلدي درنة بعد إقالته بشكل كامل. أيضا حتى هذه اللحظات هناك مصادر أكدت بأن عمليات التحقيق ستبدأ في تمام الثانية. بتوقيت جرانتش ما يتوافق مع الساعة الثانية عشر من هذا اليوم. سيتركز التحقيق على الإخلال بصيانة هذه السدود. بالرغم من صرف ميزانيتها. إضافة إلى بعض قضايا الفساد التي يتهم بها المجلس البلدي لمدينة درنة. من ناحية توقف بعض مشاريع الإعمار والتنمية في المدينة بشكل عام. حتى هذه اللحظة هناك جهود تبدلها الحكومة من أجل استمرار أو من أجل الوصول إلى نتيجة التحقيق في أسرع ما يمكن. فيما يتعلق بفرق الإنقاذ أو فرق البحث الدولية. حتى هناك أخبار قالت بأنها غادرت مدينة درنة. هذه الفرق الآن في هذه الساعات موجودة في مدينة درنة. باستثناء الفريقين المالطي والإسباني الذين غادروا مدينة درنة يوم أمس ويوم أمس الأول قبل اندلاع هذه المظاهرات. حقيقة حتى ساعة الأحداث متسارعة في درنة. المطالب مطالب اجتماعية أو مطالب تنموية بالدرجة الأولى. كنا قد رأينا بأهم هذه المطالب أو على رأس هذه المطالب هو إحالة أو التحقيق مع المجلس البلدي درنة. كونه السلطة المحلية المسؤولة بالدرجة الأولى على موضوع الفيضانات الذي شهدته المدينة. نعم محمد هناك معلومات عن أن الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب طلبت من الصحفيين مغادرة مدينة درنة. هل لديك أي معلومات عن صحة هذا الخبر ولماذا؟ نعم حقيقة تواصلنا مع زملاء في مدينة درنة من قنوات محلية وقنوات دولية. أبلغ حقيقة بأن الحكومة الآن ستبدأ فعليا بعملية إخلاء مدينة درنة من السكان. ليس لشيء بعيني ولكن لبدأ عمليات التعقيم وأيضا لبدأ رش المبيدات وبعض المعقمات في المدينة. وهو ما سيؤثر بدرجة كبيرة على سلامة المواطنين وسلامة الصحفيين إن وجدوا مع بدأ هذه العمليات. نعم محمد سؤال أخير فيما يتعلق بالاحتجاجات والتي اعتبرت الأولى منذ وقوع هذه الفيضانات. هل ستستمر وما هي أبرز المطالب خصوصا أن هناك مطالب من بعض المحتجين بتحقيق دولي فيما حدث؟ نعم حقيقة استمرارية هذه الاحتجاجات من عدمها يعود لنتائج التحقيق بالدرجة الأولى. الأمر لا يستوجب تحقيق دولي. كما قالت بعض المصادر في المجلس الرئاسي وفي أيضا مكتب النائب العام. يشرف بشكل شخصي على تحقيقات وتحريات تجرى الآن في مدينة درنة حيال هذا الموضوع. ولكن نعود إلى النقطة الأولى وهي استمرار هذه التحقيقات وعدمها يتركز بالدرجة الأولى على نتائج التحقيقات الأولية التي ستعلن عنها الحكومة الليبية ما بين اليوم وغدا. شكرا لك محمد شحات مرسلنا من طبق.